اشتركوا في القناة انا ما عم بفهم عليك شو عم تعمل شو هاللعب يا اللي عم يصير من ورا ظهري بالعكس انا كنت عم زبط يا معلم بانك تحاول تسرق شركتي هاي مو سرقة هاي حماية لكم في حال صار لكم شي لا سمح الله مو سرقة تحميها من مين يا لديز من العمليات الغلط بدك تحمي شركتي من عملياتي الغلط مو هيك نعم ولهيك انا موجود معك انا اللي اوجدتك محلك اذا بدك تضلك على هالوضع حتى انا ما بحميك انا اوجدتني الظروف واذا ما بتقبل الظروف وبتسايرها ساعتها ما بقدر احميك فيه اي اوامر معلين فيه انجي بالطالة لتقرير بعدم الاهلية من الناحية العقلية شكرا شكرا صحتين ليش عزبتي حالك يا خانم صحة وهنا ممكن اتعرف على اسم حضرتك سلطانة انا ما سألتك اليك محمود سألت الخانم ما قلت لي شو الاسم سلطانة اسم على مسمى والله يا خانم مرحبا اهلين كيف سهتك اهلا وسهلا دكتورة كيف همي ماتي صار احسن مراد بيك فاضيلي شي هلا في عنده ضيف تفضل ارتاحي شكرا تفضلي شو بتحبي تشربي ولا شي شكرا مين هذا الشخص هذا مرافق تركي بيك كأني شايفي وشو من قبل اهلين ممكن شايفتو بالمستشفى ممكن محمود مين الخانوم شو الى شغل بهيك مكان هاي جاية تاخدك حسني بيك لا اعمال اللي بدك ياه بس لا تمزح معي هيك مزح ابدا تاخد واحد مثلك العمى يا زلمي ايا حكي تركي بيك يعني نحنا ما صار لازم نتصرف مع هي الاسمه جودي يا مراد بيك ليش شو بدك تعمل عمال الفحص واخد تقرير بانك سليم وخلصنا المشكلة مو بالتقرير بس اتهامي قدام الناس بهاي الطريقة موترني كتير احسن شي نشيل هالتهمة والاني سي اوسو بترتاح حكيت مع الان سي اوسو تركي نحنا اخوي ومنعرف ياللي بقلوب بعضنا كتير منيح رح حاكي الدكتورة ندا وهي رح تساعدك شكرا كتير ها هاي الدكتورة ندا هون مرحبا كيفك مرحبا مرحبا دكتورة تركي بيك بدو تقرير فيك تساعدي طبعا انا طالع من هون عالمستشفى اذا بتمري لعندي دكتورة انا بكون ممنونك كتير طبعا تفضلي حسني ورح حرب كيف صار مماتي منيح ورح يصير احسن رح يبعط له حدا وهو رح ينبسط بزيارته كتير مين رفيقته وهي عنده فكرة عن وضعه اي بهك حالة ممكن يتحسن كتير اذا عايشين سوا ممكن كتير تساهم بشفاءه كيفك معلم كيف شكلي عمران شايفك مثل الامر ايه والله ما فيك شي معلم حاجدك دلال والله مباين عليك شي بنوب لشو الاواعي رح اطلع هاليوم جاي ان شاء الله عن قريب اما المعلم مراد عاملك مفاجئة بس ما تسألني البيس الاواعي وتأنق كي تتقلق هلأ مو وقت عمران يلا هلأ البيس الاواعي لنا لك حكيلي مين جاي لا تحرجني ما فيني يقول طلع فيني وحذير شو بيطلع بخدودي بس اضحك انا غمزة يلا ديس انتي ما فيك تغير التقرير الطبي لانجي وقت ما بداك بلا طبعا بقدر بس تصرفات داود تتر اغلو بولوت عم تدايقني كتير وعدتني انك رح تقتل بولوت وما مات هذا هو اللي مدايقك ما هيك بولوت اتجاوز حدوده كتير بولوت حذر يا يالدس وهو حربوق وبيفهم الرسالة وبالنسبة لتقرير انجي فرح داود بك شوي على كل حال هاي الفرحة ما رح اتطول كتير وانجي خانه اكيد بدي تتعصب شوي بس هي شغلتي وانا بعرف كيف هديها منيح شو نطر داود بك مرني لقيتلك اياه ما فيك تيتول يالدس للسنباري حطيت السلاح براسه ليش ما هوسط لانك ما امرتني شفت بعض الشغلات بدي اوامر من فوق معلم يالدس متمام عطينا امر سريع لنقتله اذا ما درنا بالنا لا انت ولا انا منبقى هون مستعجل هو كل يوم بيها الشركة كل يوم معنا اقتله بي امرك معلم اشتركوا في القناة تفضلي من هون شو اعمل كازم كيف اتصرف متل عادة انزي غمزة انا كتير متوترة تفضلي معلم اذا بدك شين احنا عالباب اهلين مي ماتي والله شغل بالي عليك وخفت كتير ما في شي بخوف قالوا لي انك متت ورحت كيت كتير لانه بسببي لو ما تخانأنا ما صار اللي صار انسي اللي راح انا شو قلت لك غمزة شو قلت حبيبي قلت المرة اللي معي ما بتتركني ايه فيكي تروحي اذا بدك ليش يعني ما بدك يعني ابقى معاك موسيقع موسيقع موسيقى هالزلمي رح يضل بإسطنبول يومين هو ضيف عن كراجة داغ والمعلم بالدويا يرجع صاغ سليم على بلده ليش هو صاحب أموال وسكندر بده يحاول يضغط عليه لحتى يسحب مصاريه من تركيا بالمرة المواضية شو اللي بيحيرني ناس مليانين ومعهم مليارات الدولارات وبس يجوا لهون بصيروا متل الأولاد وين في زحمة بيندحشوا فيها ولحق ركوض أحميون طبيعي بده يهدد شو بده يساوي يعني ليش هو طالع بيدو شي لا أخي كتير عم توسق بإسكندر ومين قالك أني توسق بإسكندر يا جمال إسكندر هو بحاجتي المصاري مع مين معي يعني كلمتي هي اللي ماشية طيب مراد بتهمه المصاري بتهمه منشان هيك ما بديهرب قرش لبرا وصل الديف أستاذ خلي يدخل أهلا وسهلا تفضل شكرا أنا سعيد جدا بشوفتك بإسطنبول يا صديقي شكرا سيد كراجاداك كيف حالك؟ الحمد لله هاي هدية إلك من بيروت هذا لطف منك شكرا جزيلا عفوا هذا سيف عربي شكرا عفوا تفضل أعود شكرا أرجو أنك تسمعني منيح قلت أنه لازم نلتيه بلندن بس أنت هون هلا والأوضاع بتركية بهالأيام يا صديقي سيئة جدا أنا ما بوافقك الرأي يا سيد كراجاداك وأنا بصراحة بحب إسطنبول كتير هاي لا 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 معلم فيه مفتش من القيادة فوق اللي بيجي من القيادة على العين وعالرأس هلأ تركته يستنى بشرف بقوسك تشيتينا شرفته معلم مارو شو هالرسالة اللي بعتها معلم وحياتك من يمتخن بنوب والله ما كتبت غير الحقيقة مش عغلتك وما دخلك شو هي الحقيقة منعصك أنا والله بخرب على رأسك بدي حلمش أحكلكم كمان خبر رئيسك وتعول عندي في محكمة سورية أمرك سيدي حضرة النائب بتكون دليل؟ نعم أنا فيني عرفك على واحد حاولوا تقرروه وتخلوه يمسل قدام اللجنة أنا ما بضمن أنه يسلم عصابته بس ممكن يدهور اسكندر على الأخير ومين هالزلمة؟ عبد الحي خبر المشفى بدنا نزور حقان هلأ أي بأمرك معلم أنت شو عم تحكي؟ ما في شي طالي بإيدي شو قصدك ما في شي؟ إذا عرف اسكندر دريان يا مدام شو معنات كلامك؟ وافأ هاتلا شوف شو بده؟ حياتك هاي بتكلفك كتير من أمتى بتهمني المصاري يا وسخة؟ حسب الوسائق بتهمك إذا بموت أنا أنت ومعلمك ما لكون مهرب من الحكومة تهريب المزوت والغش بالضرائب التصدير الوحمي والاحتيال بدك أكتر يا بولوت؟ تطلع فيني إذا بموتك ما بتهمني كل هاتهم بس مو مشكلة إذا أتلتك ورحت مؤبد بأسكوت بس يرضى داود بيكي نعم بالسجن أوصني يا بولوت؟ بتقلهم قدام اللجنة؟ بس بشرط هلا أنت مانك بوضع تتشرط طالما الدولة اعتازتني بعد هذا العمر بحط شروط وبفرضها كمان وشو شرطك؟ بعد الإفادة مباشرة بتبعتوني برات البلد وبتعملولي هوية وبراءة جديدة المجلس ما له صلاحية بهذا الشيء مراد علام دار بساويها ماشي قدم إفادتك وأنا رح يبعثك لوين ما بدك حضرة النائب الإفادة بتتأخذ هون مو بأنقرة طبعا مارو فوت من الموضوع صار لك ساعة عم تحكي سيدي ساعة ما بتوصلكم لمالطة وخاصة إذا كان الطأس غير مناسب ساعة ما هي شي سيدي إذا فيه سفرة بدأت تأثر صدقني اللي عشته بدي أحكيه بده يأثر أكتر رحت وزعت مصاري المنظمة على شعبنا كمل من هون ما بتتوقع مين لقيت هونيك لقيت حضرة القائم مقام شو دخل القائم مقام عفونا معلم عم حس حالي كأني بموضع دفاع رح أحكي معلش حاسس حالي وكأني عم بصرف المصاري على العصابات وعى البنات أو كأني يعني فتح حصاب خاص أو كأنه عندي أصور وشركات وأماله مصبرها هيك حاسس حالي يعني يعني أنت أصدق تقول أن القائد تبعك عميل أنا ما عمقول السورة هي اللي عم تقول اللي بيعمل عملته بيكون عميل برأيك ولا لا أنت إلي أنا ما رح أقول أبدا أنت لحالكم قرروا قرروا إذا كان هو عميل جيتين شو بتقول أنا بقول أنه السورة بتاكل ولادة وما بقول غير هيك يا معلن ومين ولادها جيتين ما تدخل مورو ما أناك سمعان عم يحاول يتعنب ظهرنا ويحكي شروي غروي ولما أنا بحاول إفهم شو قصده بيها الحكي بيتأنب وبكون عم بتدخل خدوا على العزل قرارنا بتتبلغ فيه بعدين ما في داعي بعرف الطريق لحالي طيب وأنا معلين شو رأيك أنت بها الحكي أنا بالنسبة لقلي السورة فوق كل شي يا معلين وهبت نفسي لقلي والأشخاص ما لهم أهمية عندي الرئيس اليوم مورو مكرت شي تين يمكن والمهم هو السورة معلين بالله يسامحني هديك المرة أغلطت معك لا أغلطت ولا شي ما بعرف شو صار سامحني خلصنا بقى شو هالحكي الفاضي مماتي كان في عندك زيارة اليوم؟ بس عندي مشكلة بهالموضوع ليش شو صار؟ ما بعرف يمكن النسوان بتخرب العقل لا الكلام مو صحيح بس يبدو أنت تأثيرك كبير ولا بدك حجلة تتركها؟ لا كيف بترك شغلتين سوا؟ يا هيروين يا غمزة بس الأول بدي أتخلص من الهيروين بالمرة بس هالزيارة كانت منيحة لقلك صارت منيح ما هيك بقدر أطلع معليم مماتي أعود عائل لسه ما طبت على الأخير كيف تسمح روح عمش في المجانين؟ بدي جواب هلأ أنا بحكي بس مع اللي بيسمعني أنت معصبة وما رح تسمعيني مين قالك أنه أنا بعدك عمش في المجانين؟ أكيد جنيتي حتى تفكري هيك أنا عم بنغزك من الحبس أي سجن؟ شو أنت نسيتي أنه أنت اللي حطيت السم لمرت أخوك يا إنجي؟ ويلدس خبرك مو هيك؟ كل إسطنبول بتعرف هي رصة والتقرير هو ضمان إليك بوجود التقرير ما فيني دير الشركة كمان تقرير مجرد وراء وبس وبس قرر أنك تديري الشركة بتقدر شقفة وراء أن تمنعك يا عيوني شو بتهمك الشركة إذا في قدامك فرصة أنك تديري كل تركية؟ ما بيهمني دير تركية ديرها لحالك اللي بيهمني أنت دائما بيقولوا أن النسوان أزكياء والزكية بتقدر تاخد اللي بدي إياه مهما كان صعب فيها تعمل المعجزات وهذا اللي بيميز المرأة الزكية تعالي أنا خايفة من شو؟ من الإخسارة ليش أنا في معي إخسارة حبيبتي؟ يا منك ساب يا منموت لهيك حبي إليك كبير اشتركوا في القناة 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 اتفضلوا هذا توسيق كامل لخيانة مورو كتبت عدة تقارير للقيادة ومو باين على مورو انه راح يتوب صار عبء كبير على المنظمة طيب شو مصلحة مورو من هالشغلة؟ مورو فقد ايمانه بالثورة والمنظمة كلها وما عدد له اي تأثير بالمدن الكبيرة بالاضافة الى انه العميل اللي ذكره الصحف اللي تم اغتياله هو مورو وشو بدنا نعمل؟ نعد موسيدنا فورا وهون البنت اللي اسمه نوال قدمت للمنظمة خدمات كتير الاهلاء واعترفت كمان انه مورو اختلس اموال كتير من منظمتنا وهو اعترف كمان اذا بتريده منجيبه وبتسمعوها ما في لزوم عدموه رصاصة بالراس شخص واحد وما ادره يحموه ما بعرف امهالي بتعرف وين جلال قراجداغ شو نعمل معلم بتجيب لي عنوانه من تحت الارض اشتركوا في القناة وين راح مورو لوين قصوا خانم؟ خير ليش عم تسأل؟ مو انا يلي عم يسأل تركي بيك هو اللي عم يسأل معناته خلي السيد تركي هو يجي يسألني بقل له بس حرام نفسيته تعباني ليش؟ اسأليه هو ما تسأليني انا لوين رايح؟ انتي ما تأكل يهمي قصو خانم شو في تركي بيك هو اللي وين رايح عم تشتد المنافسة السيد جودي بالاول والدكتورة ندا الله اعلم من في بكرة كمان ممكن تعطيني الملف؟ العم شو الى شغل قصو خانم بالمشفى اليوم؟ تركي بيك راح وهي يموم نوبة الله الله وكمان ما في حراسة على غرفة سيد ميماتي والله يجنه هالعالم مينة هذا انا سيد ميماتي انا حسني يالين كالنج معلم زميلكم بالعملية أعلين حسني جيت اتمنى لك الشفاء وقلت كونه عندي تجربة كتيرة وكبيرة بها الشغلة فيني جاوب على اي سؤال انت بدك يا انت امور يا معلم ميماتي وانا بامرك تسلم تسلم الله يرضى عليك معلم ميماتي لسه في سبب تاني لجيتي لعندك احكي شو هو تعرفوا انه اللي كان السبب بيهلمحني هاي قاعد بيهلمشفى نفسه بالطابق اللي فوقك اذا بدك معلم انت اقول وانا فيني اقتله عن مين عم تحكي ولا حسني مين غيره يا معلم حقان واكل ثلاث وجبات وعلاج ببلاش ودوى ببلاش هذا بدال ما نقتله في شي حراسة على الغرفين على غرفتك لأ بس على غرفته فيه يا والله هيك ما بيجوز انت اطلع بعد لي الحراسة اللي على غرفته هلاء وخلي الباقي علي امرك مين بدل مورو؟ شتين موهيك؟ اكيد الشاب متدرب بشكل ممتاز ومتأكد انه راح يمتع عفونا معلي مورو هرب موسيقى 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 انت من هون هون نتأكد طبعا وين حقان يمكن يكونوا نقلوا على غير محل لانه هي الكلبشات هون حسني دبر لي تياب وسيارة كمان رح نعمل مطاردة مع المماتي حسني خلص ماشي ماشي هدي ماشي ماشي شوين مماتي شو يعني وين عمقلك الباب كان مقفوض ميفتحوه طيب انت خبر امن المستشفى وهن بيدوروا عليه اهلين دكتورا مماتي اختفى من الغرفة مراد بيك شو يعني مماتي اختفى فتت على الغرفة وما لقيته وما حدا بيعرف وينه طيب جاي فورا يا زلمي كل اللي هنيك ما بيفهمه